السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقرر introduction to information technology المحاضرة الخامسة بعنوان operating systems and utility programs انظمة التشغيل والبرامج الخدمية طلاب جامعة الجميع الثاكية تحية طيبة وبعد learning objectives first understand the difference between system software and application software اذا اولا لازم نعرف الفرق ما بين برامج النظام والبرامج تطبيقية أو التطبيقات ثانيا explain the different functions of an operating system and discuss some ways that operating systems can enhance processing efficiency اذا سنشرح الوظائف المختلفة لنظام التشغيل وسنناقش الطرق المختلفة التي يمكن فيها لنظام التشغيل ان يحسن من فعالية عملية المعالجة ويرفع من الاداء ثالثا list several ways in which operating systems differ from one another اذا راح نتكلم على الفروقات ما بين انظمة التشغيل الموجودة رابع عن state several devices other than personal computers and servers that require an operating system and least one possible operating system for each type of device اذا مثل ما حكينا في محاضرات سابقة في اجهزة كتير تسمى computer غير personal computers and servers في عنواع كتير منها الاجهزة اللي بيكون في جواتها computer ايضا راح نحكي على انظمة التشغيل اللي بتشغيل كل نوع من هذه الاجهزة سادسا discuss the rule of utility programs and outline several tasks this programs perform اذا راح نناقش وظيفة البرامج الخدمية وسنحدد المهام المختلفة اللي بتقوم فيها describe what the operating systems of the future might be like راح نحكي لنهاية المحاضرة انظمة التشغيل المستقبلية كيف راح تكون شكلها كيف راح تشتغل اه شو هي خواصة شو ممكن يضيفه على انظمة التشغيل الموجودة حاليا اذا هوم نوقف شوي بنرجع بنعمل review للاخر اللي حكينا عنه بداية المحاضرة اذا محاضرة اليوم ستكون عن البرمجيات منها انظمة التشغيل ومنها تطبيقات مفيدة للاستخدام اهداف محاضرة اليوم انه نفهم الفرق ما بين برامج النظام والتطبيقات فهم الاختلاف بين وظائف نظام التشغيل ومناقشة كيفية تحسين وظائف النظام تعداد الفروقات ما بين انظمة التشغيل المختلفة معرفة الاجهزة التي تتطلب نظام تشغيل بخلاف الكمبيوتر والموبايل مناقشة دور البرامج الخدمية وتعداد بعض مهامها وصف انظمة التشغيل المستقبلية System Software and Application Software System Software the operating system and utility programs that control a computer system and allow you to use your computer اذا برامج النظام هي نظام التشغيل والبرامج المساعدة التي تتحكم بالكمبيوتر وتسمح للمستخدم باستعماله Enables the boot process, launches applications, transfer files, control hardware configuration, manage hard drive and protect from unauthorized use اذا تقوم برامج النظام باولا عملية اقلاع الجهاز سم تشغيل التطبيقات ونقل الملفات والتحكم بالhardware والتعديلات عليه وادارة الاقراص الصلبة وحماية الجهاز من الاستخدام الغير مصرح به اما الapplication software هي programs that allow a user to perform specific tasks on computer like word processing, playing game, preparing tasks, browsing web and so forth اذا اما التطبيقات فهي برامج تسمح للمستخدم بالقيام بانجاز مهام معينة على الكمبيوتر مثل محرر النصوص, لعب العلعاب, تجهيز جداول, رواتب او ضرائب وحتى تصفح الانترنت والاخرين رداية سنتحدث عن الoperating system او نظام التشغيل بالتعريف هو برنامج يقوم بدور الوسيط بين المستخدم والhardware ويتحكم بتنفيذ كل انواع البرامج الاخرى وبكلمات مبسطة اخرى لماذا نحتاج الى نظام التشغيل كوسيط بين المستخدم والالة او الhardware التعامل مع الالة صعب ومعقد يمكننا برمجة الالة باستخدام لغة الالة ولكنها طريقة معقدة وغير فعالة على سبيل المثال اذا كان عندنا مروحة يمكنك استخدامها بسرعات مختلفة يمكن تغيير السرعة بتعديلات مباشرة على الاسلاك ولكن تخيل القيام بذلك في كل مرة اردت فيها تغيير السرعة ولكن بمساعدة ازرار او جهاز تحكم يمكنك القيام بذلك بسهولة وسرعة طيب كذلك الامر في الكمبيوتر هاردوير فهناك اجهزة مختلفة في الكمبيوتر وهناك الذواكر والمعالج واجهزة الدخل والخرج فاذا اردنا التعامل مع هذه الاجهزة مباشرة فعلينا كتابة برامج مخصصة لكل جهاز في كل مرة اردنا استعماله فبشكل مشابه لاستعمال الازرار في المروحة فان نظام التشغيل يجعل تفاعل المستخدم مع الهاردوير سهل وفعال سنتحدث الان عن اهداف نظام التشغيل نظام التشغيل يجب ان يكون user friendly يعني سهل التعامل معه من قبل اي نوع من المستخدمين اي نوع من المستخدمين اذا اردنا طباعة ورقة ولدينا نظامي تشغيل مختلفين الاول بيقلك لازم تكتب اوامر لتتم طباعة الورقة في النظام الاو اذا ايضا operating system 1 operating system 2 بيقلك انه يكفي الضغط على زر طباعة لتتم طباعة الورقة المحترفين الذين لديهم دراية بالبرمجة والتعامل مع الاوامر الكتابية يمكنهم اختيار النظام الاول ولكن غالبية المستخدمين يفضلون النظام التاني الذي يحتوي GUI اذا الهدف الاول لنظام التشغيل ان يكون user friendly الهدف التاني ان يكون فعالا الافيشنسي او الفعالية يعني يجب ان يقدم اكبر خرج ممكن باقل دخل كما انه يجب ان يدير الموارد التي لديه باحسن طريقة كما انه يجب ان يكون سريع واعمل استخدام الان سنتكلم عن وظائف نظام التشغيل اولا ادارة المعالجة فاذا كان المستخدم يطلب عدة عمليات فاية عملية ستنفذ اولا او كم من الوقت ستبقى العملية الحالية بالتنفيذ وهل تكمل عملها ام توقف مؤقتا لتعمل مهمة اخرى على اهمية منها الى اية معالجة ستسند المهمة كل هذا يتم تدبره بواسطة نظام التشغيل ثانيا ادارة الزاكرة تنفيذ اي برنامج بحاجة لاستخدام الزاكرة يحدد نظام التشغيل كمية الذاكرة اللازمة للتعامل مع المهمة الحالية ومتى يتم تحرير الزاكرة من المهمة او مراقبة كمية الذاكرة التي تستخدمها المهمة وكم من الزاكرة بقية بعد الاستخدام ثالثا التحكم باجهزة الدخل والخرج عندما نقوم بتوصيل عدة اجهزة مثل كيبورد وماوس وطابعة واسكانر وهيتسيت والموبايل فان نظام التشغيل يراقب هذه الاجهزة وكم تستغرق من المعالجة بالاضافة الى ادارة الاتصال بهذه الاجهزة رابعا ادارة الملفات يحتوي نظام الملفات على العديد من الملفات المنظمة ولمتابعة اماكن تخزينها والمستخدمين الذين عدلوها وحالتها كله هذا من مهام نظام التشغيل خامسا ادارة الشبكات حاليا كل الاجهزة متصلة بالانترنت ومن مهام نظام التشغيل ادارة الاتصال والاجهزة المتصلة فيه بالكمبيوتر يعني واخيرا ادارة الامن والامان يحدد نظام التشغيل صلاحيات كل مستخدم للجهاز ومن هم الغير مصرح لهم ويحد من وصولهم لبعض الصلاحيات اذا في هذا الفيديو عرضنا تعريف نظام التشغيل وما هي اهدافه ومهامه اذا نظام التشغيل ومجموعة من البرامج التي تتحكم بالنشاطات نظام الحاسب وهو الوسيط بين المستخدم والآله من مهامه اذا ادارة عمليات المعالجة process management managing resources and jobs ادارة الموارد والمهام make resources available to devise monitor for problems scheduling routines اذا توفير الموارد التي تحتاجها الاجهزة المختلفة مراقبة المشاكل لحلها جدولة الاجراءات التي هي بحاجة الى تكرار في اوقات معينة مثلا مثل بعض عمليات التفحص ومعالجة المشاكل يتم اجراءها بشكل دوري دوري يعني متكرر في اوقات متساوية يسمى هذا الوقت الدور يعني مثلا انسان يذهب الى عمله بشكل دوري اي يتكرر فعل الذهاب للعمل كل دور والدور مدته بهذه الحالة 24 ساعة memory management ادارة الزاكرة file management keep tracks of files stored on computer والهيراريكال format ادارة الزاكرة وادارة الملفات الموجودة في الزاكرة بمعرفة اماكن تخزينها وتموضعها network management ادارة الشبكة انشاء الاتصال المحافظة عليه واستعادته في حال انقطع حماية الكمبيوتر من تناقل الملفات المؤذية ادارة الاجهزة التي تستعمل لادخال واخراج البيانات الانبوت اوتبوت device management configuring devices يعني ادارة الاجهزة الموصولة device driver are often needed can be reinstalled if needed plug and play devices are recognized automatically يعني ادارة الاجهزة الموصولة وتنزيل التعريف اللازمة عند توصيل الاجهزة لأول مرة اللي هو الدرايفر بنسمينا الدرايفر هو البرنامج الذي يفسر للكمبيوتر هالاشارات الكهربائية اللي جايته من الجهاز الموصول يعني مثلا درايفر الماوس بيفهم الكمبيوتر انه لما كبس المستخدم هالكبسة او هالكبسة شو معناته كيف الكهرباء اللي جايتني من الماوس شو معناته انه عم تتحرك الماوس معم تتحرك من كبسة معن كبسة هايدي هي القصد بالدرايفر او البرنامج اللي بيفسر للكمبيوتر اشارات الجهاز الموصول فيه السيكوريتي حماية الجهاز بشكل عام من الاستخدام غير مصرح به من قبل مالك الجهاز في عندك الباسورتز في عندك البيومتريك كاركترستيكس الفايروولز كلهم هيدولي يستعملون لإضافة سيكوريتي بوتينج دا كومبيوتر أي إقلاع الكمبيوتر وأيضا من فانكشنز اوف ان ابيريتنج سيستم ملاحظ بهالصورة مثال على موضوع file management القرص C هو الroot هو المستوى الأعلى لكل الفولدرات لما بتفتح انت documents فبتلاقيه مكتوب فوق عندك بار مكتوب في C نقطين slash documents إذا فتحت جوة documents letter بتلاقيه documents slash letters بعدين عندك تفتح ملف اسمه ميري إذن هذا اسمه الباف أو أمسار الملف يعني أين مخزن أي ملف في الكمبيوتر هو تسلسل الأسماء الفولدرات والمجلدات اللي موجود فيها الملف المطلوب مثل هون عندك C document جوة document في letters بعدين ميري هذا مثال على انه وين موجود الملف اللي اسمه ميري علامي شارح لك الفرق بين الفولدر والفايل بين المجلد والملف الفولدر أو الdirectory stores related information and can contain both files and other folders المجلد are designed by designated يعني مصمم by file أو فينك تميزه انت بايقونة المجلد أما الفايلز فهنن أي document أو أي ملف على الكمبيوتر can contain such things as letters, budget, web page, application program أي شيء بالكمبيوتر مع هذا المجلدات اسمه file processing techniques for increased efficiency التقنيات المستعملة لزيادة الفعالية وتحسين الأداء أولا الملتي تاسكينج أو تعدد المهام the ability of an operating system to have more than one program or task open at one time إذن هو قدرة نظام التشغيل على تشغيل أكثر من مهمة في وقت واحد CPU rotate between tasks إذن يقوم نظام التشغيل بتقسيم زمن المعالج لأجزاء متتالية فيعطي كل جزء لبرنامج وبسرعة عالية مما يخلق الانطباع بأن كل البرامج تنفذ في نفس الوقت ولكن حقيقة المعالج يكون ينفذ جزء جزء من كل البرنامج بس بتكرار يعني بسرعة عالية بيدور على البرامج كلياتا switching is done quickly هذا اللي عم نحكي appears through all programs executing at the same time تظهر البرامج وكأنها كلها تنفذ في نفس الوقت بينما حقيقة المعالج ينفذ جزء من كل البرنامج بها اللحظة بعدين باللحظة البعض جزء من برنامج تاني بس لما بشتغل بسرعة كتير كتير بمر على كل البرامج يظهر للمستخدم وكأنه عم ينفذهم كلهم بنفس الوقت multi-processing and parallel processing multiple processors or multiple core are used in one computer system to perform work more efficiently إذن تعدد المعالجات أو النوع يستخدم في كمبيوتر لزيادة فعالية تنفيذ ومعالجة البيانات simultaneous processing perform tasks at the same time multi-processing each CPU or core typically works on different jobs إذن المعالجة المتزامنة هي إنجاز المهام عدة مهام في وقت واحد أما المعالجة المتعددة فكل نواة أو كل معالج يعمل على مهمة مختلفة هون في نقطة مهمة الميز بيناتهم المعالجة المتزامنة وتعدد المعالجة المعالجة المتزامنة يعني كل النواة أو كل المعالجات هلا بيحكي لك عفرة بين النواة وبين المعالج اعتبر إنه كل المعالجات عم تشتغل على كل المهام بنفس الوقت يعني المعالج اللي بيخلص شغله بيشتغل مهمة تانية أما الملتي-processing كل معالج بيشتغل على مهمة مختلفة بيضل عليها لا يخلصها used with personal computers with multi-core processors المعالجة المتوازية إذن هنا ثلاثة شغلات المعالجة المتزامنة المعالجة المتعددة والparallel processing CPUs المعالجات تعمل معا لكومليت one job مور كويكلي إذن كل المعالجات عم تشتغل على مهمة واحدة لتخلصها بسرعة رهيبة يستخدم عادة مع السيرفرز والمين فريم إذن المعالجة المتزامنة كل المهام بتم إنجازها بنفس الوقت أما الملتي-processing فكل معالج بيشتغل على مهمة مختلفة بيصطفل بقى كل المعالج يخلص بالوقت البديوها أما الparallel processing فكل معالجات بتشتغل على task وحدة مفردة تشتغل على task وحدة لتخلصها بسرعة عالية ما عاليش بدي يرجع أكد على موضوع الفرق بين المتزامنة والمتعددة المعالجة المتزامنة يعني كلمة تزامن يعني بتتم الشغلات مع بعضها بنفس الوقت بنفس اللحظة فإنه إنجاز المهام بنفس الوقت لازم كلهم يخلصوا مع بعض أما المالتي بروسسسنج اتش سي بيو أو كور بتشتغل على مهمة مختلفة ما دخلون إني ممكن واحد يكون عم بيخلص مهمة بالدقيقة المعالج التاني عم بيخلص مهمتين ثلاثة بالدقيقة ما مشكلة المهم كل المعالج عم بيشتغل شغله البرال البروسسسنج بقى موضوع تاني الفرق بينه بين اللي قبله إنه بتكون مهمة وحدة بس كل النواة عم بيشتغل عليها يلا الفرق بين السي بيو والكور والنواة إذا فرق بين كلمة معالج تسمع أنت معالج متعدد النواة بس ما تسمع نواة متعدد المعالجات تسمع أنت معالج وتسمع كلمة معالج متعدد النواة طيب شو فرق بين معالج وبين نواة The main difference between سي بيو and core is that the سي بيو is an electronic circuit inside the computer that carries out instruction to perform arithmetic logic control and input output operations while the core is an execution unit inside the CPU that receives and execute instructions إذا المعالج بكامله المعالج هو رقاقة الكترونية داخل الكمبيوتر يتعامل مع التعليمات التي يتلقاها من بقية أجزاء الكمبيوتر جلب بيانات فكتشفير تنفيذ تخزين إلى آخره إذن هو جزء من الكمبيوتر كله ويمكن الكمبيوتر أن يحتوي على عدة معالجات بس ما هذا حديثنا النوات هي جزء من المعالج يتولى فقط التنفيذ ويمكن للمعالج أن يحتوي على عدة أنوية نكمل نكمل مع التقنيات المستعملة لزيادة الفعالية وتحسين أداء الكمبيوتر ميموري له أثر جيد في تحسين الأداء كما أن استخدام تقنيات معينة لإستدال بيانات على الرام مثلا الاحتفاظ بالبيانات التي غالبا ما يطلبها المستخدم على الرام يحسن من سرعة الاستجابة إذن واضح بالصورة أنه البيجز of program or data are copied from ram to virtual memory area of the hard drive إذن الفرق هنا صحيح الهارد درايف ما بسرعة الرام ولكن يحجز جزء منه معروف تماما بالنسبة للرام بحيس ما في داعي يدور عليه كل مرة بده يشوف البيانات وين ما يدور عليه خلاص بيعرف وين الرام وهذا المنطقة بسرعة فبعد نعتبر كأنه كبرنا حجم الرام شوي صحيح ما أنا رام زيادة بس أحسن من أنه يكون عندي رامات حجم أليل وما قدر زيد ها قبل ما نستعرض الفيديو التالي راح أعطيك راح لحط لك شاشة سودا وأحكي لك عن الانترفيس بعدين نرجع نكمل بسلايدات المحاضرة خلينا ريح لك عيونك شوي الانترفيس كلمة انترفيس أو بالعربي يعني الواجهة هي كلمة عامة بمعنى طريقة عرض يعني عندما نتكلم عن واجهة المتاجر الواجهة هي المساحة من البلور التي تحتوي عرض لكل محتويات المتجر حيث تعتبر كفهرس للأغراض الموجودة لدى المتجر أو المحل أو السوبر ماركت وتفيد المستخدم بالإشارة للبائع عن طلبه على الواجهة إذن كلمة انترفيس صارت مفهومة كمصطلح إنجليزي لما منقول عم نعمل انترفيسينج بين شغلتين إذن انترفيسينج يعني فعل منكون عم نحاول نتوصل لصيغ التفاهم وتواصل بين الشغلتين عم نعمل انترفيسينج بيناتهم يعني بمشاريع تصميم البرامج ما بيكون شخص واحد مسؤول عن تصميم أبليكيشن أو برنامج بشكل كامل من الصفر لشكله النهائي بيكون في مبرمج خاص بيشتغل على قواعد البيانات مبرمج خاص بالتعامل مع الأمور الخاصة بالمعالج والزواكر مثلا مبرمج بس بيصمم شكل البرنامج والأزرار والقوائم وكيف دي بيطلعوا الشغلات قدام المستخدم يعني الواجهة الشكل ومبرمج خاص بيعمل انترفيسينج شو شغلته هذا هذا بياخد نتائج عمل هالمجموعة كاملة وبرتبهم مع بعضهم وبيخلي مخرجات الأول هي مدخلات للتاني وهيك بينسق الأمور بين المبرمج المختلفين ليربط أجزاء البرنامج مع بعض ويظهر لنا البرنامج بيشكله النهائي شغال وشكله حلو طب ليش كل هالعذاب ليش ما ببرمج واحد بيشتغل البرنامج من أولته لآخرته هلأ سابقا كانت هيك تم الأمور وما من زمان كتير ولكن حاليا ظهرت اختصاصات مثل مهنة الطب من زمان كان الجراح جراح عام بعدين ظهرت تخصصات صار فيه جراح خاص بالأذن جراح خاص بالدماغ وبعدين صار فيه تخصصات عمق يعني لسه صار فيه جراح خاص بالأذن الوسطى مثلا هذا بيكون محترف ما فيش ما بيقدر يعمله بالأذن الوسطى بهالتخصص ليش ظهرت التخصصات لأنه ببساطة كتر الأطباء وصار لازم كل طبيب يتميز بمجال معين ليقدر يجذب زبائن معينة نفس الشي مبرمجين فكتر عدد كتر عدد الدارسين لعلوم الكمبيوتر ومينما كان صار بيقدر يبرمج ويتعلم البرمجة بكورس شهرين على اليوتيوب ولكن مع ظهور التخصصات صارت البرامج أعقد والنتيجة على مستوى أحسن فالعزرة بجوز طلعنا شوي عن موضوع المحاضرة بس لازم تعرف شعن كلمة انترفيس هي الواجهة اللي بتتعامل معها ووراها إذن هي الواجهة والفعل منها انترفيس هي التنسيق والموائمة بين أمور مختلفة سنتحدث في هذا الفيديو عن الجيو آي أو الـ جرافكال يوزر انترفيس واجهة المستخدم الرسومية أولا ما هي الـ يو آي أو الـ يوزر انترفيس في مفهوم صناعة الكمبيوتر المخصص للإنسان هي مساحة للتواصل والتفاعل بين الإنسان والآله طيب ما هي أنواع الـ يوزر انترفيس أولا الـ command line انترفيس الـ CLI يعني واجهة أسطر الأوامر إذن مثل ما ملاحظ بالفيديو إذا ما بلش يحكو عنه إذن الـ يوزر انترفيس أولا عندك المنو دريفن انترفيس الجيو آي و الـ ناتشور لانجوش انترفيس الـ CLI يواجهة الأوامر التي تسمح للمستخدم بالتفاعل مع الكمبيوتر بواسطة كتاب التعليمات قابلة للتنفيذ بواسطة الكمبيوتر ويكون التجاوب أو الخرج على شكل نص أما واجهة القوائم فاز النوع من الواجهات يسمح المستخدم بالتفاعل مع الكمبيوتر من خلال سلسلة من الشاشات أو القوائم الجيو آي أو واجهة المستخدم الرسومية هي طريقة سهلة للتفاعل مع الكمبيوتر لأنها تستخدم الصور والرسومات والأيقونات واجهة اللغات الطبيعية أو اللغات المحكية ناتشور لانجوش انترفيس تسمح للمستخدم بالتحكم بالكمبيوتر باستخدام اللغة العادية التي يستخدمها يوميا الناس هناك بعض المزايا والمساوة للانترفيس وحدة وحدة نحكي عليهم لميزات واجهة التعليمات طبع الأسطر الأسطر التعليمات هي الأسرع على الاطلاق في التعامل مع الكمبيوتر The advantages and disadvantages of user انترفيس الكماند هي الاسرع على الاطلاق في التعامل مع الكمبيوتر وتحتاج اقل كمية ممكنة من الذاكرة وامكانيات المعالجة. اما مساوها فهي صعوبة التعامل معها. فهي تحتاج دراسة جيدة وحفظ المستخدم لعدد كبير من التعليمات وطريقة كتابتها. ميزات واجهة القوائم سهلة الاستخدام لا يوجد تعليمات لحفظها ولا تحتاج كمية كبيرة من الطاقة او الذاكرة. مساوها اذا لم يكن تصميمها جيدا فقد تؤدي الى بطء في الاستخدام وقد يكون مزعجا للتعامل مع عدد كبير من القوائم. كما انها قد تشغل حيزا كبيرا من الشاشة. الواجهة الرسومية سهل التصفح والتعامل خصوصا للمبتدئين ولا تحتاج ابدا لخبرة او تعلم طريقة التعامل معها. مساوها انها تستهلك كمية كبيرة من الذاكرة وتحتاج طاقة معالجة كبيرة كما انها تعتبر بطيئة للمحترفين. واجهة اللغات الطبيعية هي الاسهل على الاطلاق ولا تحتاج لتدريب ابدا اكثر مرونة في التعامل مع الرسوميات من حيث انها لا تحتاج اصلا للنظر للشاشة. ملائمة لاصحاب الصعوبات الحركية ومشاكل النظر. اما مساوها لا يمكن ان تستجيب الا للتعليمات الصوتية التي تمت برمجتها لتقبلها. قليلة الاستخدام لان الواجهات الاخرى اكثر فائدة. وقد تحتاج لتدريب على صوتك. يعني لازم تدرب ببرنامج ليفهم صوتك ونطقك للكلمات. الفرق بين انظمة التشغيل المختلفة. اذا اولا هل هو هذا الجهاز شخصي ام سيرفر. البرسنال اوبريتنج سيستم ديزايند تو بي انستولد اون سينجل كومبيوتر. اما السيرفر اوبريتنج سيستم ديزايند تو بي انستولد اون نيتورك سيرفر. تكلمنا سابقا ان السيرفر هو الجهاز الرئيسي في الشبكة. ويقدم خدماته هو يعمل على ادارة باقي الاجهزة. نظام التشغيل مخصص للسيرفر بيكون فيه ادوات اضافية خاصة بادارة الشبكة. لا التحكم بوصول اجهزة العميل للموارد الموجودة على الشبكة. واعطاء صلاحيات وتقديم خدمات مثل الانترنت لبقية الاجهزة الموصولة على الشبكة. هناك ايضا انزمة تشغيل خاصة بالموبايل. تختلف وايضا اجهزة تشغيل خاصة بالكمبيوترات المستقلة. الانزمة الخاصة بجهاز معين. مثل نظام تشغيل البرادات الحديثة مثلا او الاجهزة الذكية. اللي ما بتكون كومبيوتر او موبايل. اذا انا هلا عم بحكي على الفروقات بين انزمة التشغيل. يعني وفقا لشو بتتصنف انزمة التشغيل. حكينا اول شي انه ممكن يكون نزام تشغيل بيرسونال او موجهة لسيرفر. هلا نزام التشغيل ممكن يدعم الديسكتوب او الموبايل او السيرفر. نزام التشغيل بيختلف بدعمه لعدد المعالجات او حتى نوع المعالج. اذا كانت 32 بيت ولا 64 بيت. يعني انا عم بحكي على تصنيفات انزمة التشغيل. بيكون في انزمة تشغيل موجهة ل32 بيت. وانزمة تشغيل موجهة ل64 بيت. دعمهم للتقنيات الجديدة مثل نواقل بيانات بنية حديثة. خواص جديدة لتوفير الطاقة. ادخال البيانات عن طريق الجستر. يعني عن طريق الايماءات. فهون تختلف باب. يعني بتتصنف اجهزة انزمة التشغيل لاصناف انه بتدعم كزا او ما بتدعم كزا. بتدعم 32 بيت او 64 بيت. هاي تصنيفات او خلافات او فروقات يعني بين operating systems. يعني هون السؤال بدي يجيك مسلا ممكن يجيك السؤال. اه ما هي التصنيفات التي اه تصنف على اساسها ال operating systems. رح نحكي ازا بداية على اول classification اول تصنيف. اللي هو ال operating systems for personal computers and servers. رح نحكي على نظمة التشغيل اللي بتستعمل بالاجهزة الشخصية والسيرفرات. اولا عندك الدوز. الدوز دي اختصار لكلمة disk operating system. اه هو اول لزام تشغيل معروف واستخدمت فيه واجهة اسطر الاوامر. ازا كتابة بتكتب تعليماتك كتابة. يتميز بمميزات واجهة الاسطر التي تم شرحها سابقا. مازال بامكانك مشاهدته بالويندوز. يعني لما بتضغط على زر اه انتو على سطح المكتب. خلص بعضك على الشيفت. بعدين كبس باليمين على الماوس على سطح المكتب. ستجد في القائمة يعني تعليمه جديدة اسمها open command window here. بتفتح لك نافذة صوداء جاهزة الكتابة فيها. اه كتوب help. بتلاقي العديد من التعليمات المفيدة. مثلا اه كتوب time اه كتوب date. بتستار التاريخ او الوقت. مع امكانيات تغيير كمان للتاريخ والوقت. فعندك انت نظام دوز ازا. ببداية ان عمل اه كمبيوترات اي بي ام. بعدين صار يستعمل مع كمبيوترات المتوافقة مع مع نظام اي بي ام. اه يستعمل كوماند لا انترفيس. كان انتر دوز كوماندز اند ويندوز. تمام. حكينا ازا هادا نظام الويندوز. عفوا نظام دوز. مايكروسوفت ويندوز الاشهر في عالم الكمبيوتر. سواء احببته او كرهته. سيظل الويندوز احد اكثر منتجات ربحا في العالم. بواحد فاصل ست مليار مستخدم. تبدأ القصة سنة 1981 في شركة صغيرة تدعى مايكروسوفت. اصدرت اول نظام تشغيل يعتمد على كتابة الاوامر لتشغيل كومبيوترات اي بي ام. كان فعالا بما فيه كفاية في ذلك الوقت. ولكنه كان صعبا على غير المختصين. لذلك صممت مايكروسوفت ما يسمى بالانترفيس مانيجر لوضعه. لوضع واجهة على نظام دوز. سنة الخمسة وتمانين اصدر نظام ويندوز واحد فاصل صفر. قد يبدو لك سيء المظهر. ولكنه في ذلك الوقت كان ثورة في عالم الكمبيوتر. وابتكرة فيها الاشياء التي نستعملها حتى اليوم. القوائم المنزلقة ومصدرت التمرير والايقونات وسناديق الحوار. وشهد الويندوز ايضا اصدار الماوس اللي تمكن المستخدم اللعب الالعاب. سنة السبعة وتمانين اصدر الويندوز اتنيه فاصل صفر بتصميم افضل بما في امكانية ظهور نوافز فوق بعضها. مع بداية التسعينات بعت مايكروسوفت عشرات الملايين من نسخ الويندوز الثلاثة. وظهرت اول لعبة سوليتير وكاسهت الالغام. في العام خمسة وتسعين اصدر ويندوز خمسة وتسعين وبعت منه مايكروسوفت سبعة مليون نسخة في أول خمسة أسابيع تميز هذا الإصدار بابتكار زر الستارت وظهور العديد من الأخطاء في أثناء التشغيل ويندوز 98 كان جميلا من ناحية التصميم ولكنه لم يقدم الكثير على مستوى السرعة ويندوز 2000 لم يحقق برابح إلا بسبب غلاء سعر النسخة بحد ذاته ثم تم طرح الويندوز سنة 2001 إذن ويندوز 2000 لم يحقق النجاح سنة 2001 ويندوز XP تميز بالسبات والاستقرار وكان مجهزا للتعامل مع الانترنت بعد 6 سنوات طرحت مايكروسوفت الفيستا الذي كان عبارة عن فوضى من الأخطاء والمشاكل واستغرقت مايكروسوفت سنتين لتصحيح هذه الغلطة بنظام السفن الذي كان على قدر من الجودة بحيث اقتنع اغلب الناس انه يغيروا الـ XP وينتقلوا لها السفن الويندوز 8 حاولت مايكروسوفت استبدال ديسك توب بنسخة يفترض ان توحد استخدام اللابتوب والتابلت والهواتف الزكية طبعا لم يعجب الكثير من المستخدمين وانا من نون ويندوز 9 عامة في هيك شيء الويندوز 10 عادة لنا سطح المكتب التقليدي وقائمة الستارت اللي متعودين عليها نظام التشغيل ويندوز هو نظام التشغيل المسيطر على عالم الـ Personal Computer وطوره بواسطة شركة مايكروسوفت الويندوز 1 للويندوز 3 هو Operating Environment لنظام الدوز إذن هو واجهة لنظام الدوز اللي نحن ندع اللي كان متعارف عليه أو أول نظام تشغيل أطلق ويندوز 95 ويندوز 98 استخدموا GUI متشابهة مع الويندوز 3 ويندوز NT اختصار لكلمة New Technology هو First 32 Bit Version of Windows designed for high-end workstations and surfers إذن هو أول نظام تشغيل من نوع 32 Bit ومصمم للتشغيل الworkstations والservers المخدمات الويندوز ميلينيوم designed for home computers improved home networking and shared internet connection إذن الويندوز ميلينيوم كان مصمم إذن تم تصميمه للكمبيوترات المنزلية وتم إضافة بعض التحسينات من ناحية الشبكة واستخدام الانترنت الويندوز 2000 replaced Windows NT إذن الويندوز NT ما كتير ضاياً ما كتير ضل الويندوز 2000 استبدله للويندوز NT was geared toward high-end business workstations servers support for wireless devices إذن الويندوز 2000 هو أول نظام تشغيل بيدعم الأجهزة اللاسلكية ويندوز XP اللي هو كان ثورة في عالم أنظمة التشغيل replaced الالفين والويندوز ميلينيوم improved photo video music editing and sharing إذن قام بالتحسين على موضوع التعديل وعرض الصور والفيديوهات والأغاني ومشاركتها مع أجهزة أخرى improved networking capabilities إذن كان في تحسين على إمكانيات التعامل مع الشبكة وسهولة توصيل الأجهزة ببعضها support for handwriting and voice input إذن كان أول نظام تشغيل بيدعم الكتابة باليد على الشاشة اللمس والإدخال بواسطة الصوت large user base Microsoft will support until 2014 إذن وعدت Microsoft لما أنتجته سنتل 2001 أنه رح تدعم هذا النظام حتى العام 2014 Windows Vista replaced Windows XP من مميزاته كانت أنه عنده and animations كان في شفافية بالنوافذ وكان في حركات معينة بالنظام يعني شغلات شكلية ما كان كتير حلو يعني كان أوكي كان شكله غريب شوي بس ما كان فعال حقيقة ما كان مرغوب additional features sidebar و instant search ما كانت هشارات مهمة الستارت منو تبعه is more streamlined improved networking and multimedia built-in security features إذن كان فيه خواص حماية built-in يعني جاية معه للنظام الهاردوير requirement for Vista have increased over earlier version of Windows إذن كان نظام تشغيل Vista يتطلب مواصفات عالية للهاردوير اللي ينزل على الكمبيوتر اللي عنا ما كان الفيستا ما كان نظام تشغيل ناجح الحقيقة الويندوز 7 اللي هو من أهم أنظمة التشغيل وأكثر ثباتا واستقرارا ونجاحا هو إذن النسخة الأحدث من الويندوز سنة 2009 في منه 32 بيت وفي منه 64 بيت اتفقنا كلمة 32 بيت و64 بيت هي اختلافات ببنية المعالج إذن في معالجات 32 بيت في معالجات 64 بيت شو الفرق بين معالج 32 بيت بياخد يعني هذا فرق بسيط بس ما رح فتلك بالتفاصيل أنت مالك مختص معالج 32 بيت أكبر عدد من الرام أكبر حجم من الرامات بياخد 4 جيجا رام أما 64 بيت فاحتمالات مفتوحة ما رح نوصل بالوقت القريب إذن معالج 32 بيت ما فينو يتعامل مع رام أكبر من 4 جيجا حاليا إذا بتشوفت الأجهزة أقل شي 8 جيجا 16 جيجا وأكتر من ذلك إذن معالجات 64 بيت عند أبعين فهذا أبسط فرق بيناتو إنو قادرة تتعامل مع رامات حجمة أكبر من 4 جيجا إجا من الهوم بريميوم والبروفيشنال إصدارات للويندوز يعني ما مهم كتير فرق بين هات كان أسرع كإقلاع وكاستجابة كان أسرع بكتير و كان ممكن تشغيله على أجهزة ذات إمكانيات متوسطة بالسنة التي تلع فيها يعني كان يشتغل على كل الأجهزة الموجودة إمبروف هوم نيتوركين كمان صافي تحسين على موضوع استخدام الشبكة حتى المنزلية يعني إذا بدك رح نحضر بالفيديو التالي معلومات عن الويندوز تين يلي أغلب الناس صارت بتستعمله بتعرف تتعامل معه أول شي بيقولولك أنه الويندوز تين هو فاميليار يعني مألوف شكله مألوف بعد الغلطة الغلطة مايكروسوفت بالويندوز ايد وشارت منه الستارت بشكل التقليدي والعالم صارت تشوف الويندوز ايد كفشل زريع لمايكروسوفت رجعت مايكروسوفت بالويندوز تين صممت النظام بشكل مألوف للمستخدم بحيث ما ينزعج لما يتعامل معه ما يحس أنه غريب شكله غريب عليه بعدين بالفيديو عم بيقولولك بإمكانك تتواصل وتتفاعل مع نظام التشغيل بغمضة عين مقصود فيها الإيماءات اللي بتعرف عليها النظام عن طريق الكاميرا الموجودة باللابتوب كما أنه الأعلان عم بيشرح على سرعة ومزايا السرعة اللي موجودة بالنظام وأنه فينك أنت تاخد ملفاتك اللي موجودة بأي جهاز تاني ببساطة تنقل للنظام الجديد كما أنه عم بيمدحهم من السيكيوريتي طبعا النظام عم بيقولولك فينك تشتغل اللي بدك على كومبيوترك برياحة نفسية لأنه ما حدا قادر بما معناه ما حدا قادر يخترقه أو يتعرض لفيروسات وأيضا عندك المساعد الشخصي الصوتي اللي الأول مرة بتطرحه المايكروسوفت الجايمينج أحلى وعدت مايكروسوفت بدعم مستمر فري أوف تشارج للنهاية وقت نزلت الإعلان طبعا آلة ما برح تنزل النسخ جديدة من الويندوز هي بس رح تعمل تحديثات دائمة لهذا النظام طبعا هل شي انتهى لما نزل الويندوز 11 بالفيديو التالي رح نستعرض الإعلان على الويندوز 11 ونشوف ميزاته عم بيقول الإعلان بيتميز بشكله الحلو كما أنه بيقدم لك أكتر من طريقة تنظيم النوافذ وتزبيط شكله بحيث أنك تكون مرتاح ومبدع بعملك يمكنك تشتغل أكتر من الشغلة بنفس الوقت بضغطة واحدة يمكنك تشغل أي برنامج من برامج التواصل والميتينج يعني سهولة التعامل مع البرامج يتكيف مع الطريقة التي تستعامل فيها كيف كانت الطريقة كيف كانت باللمس بالصوت قابل أنه تتكيف معك كما أن التبديل بين المهام أصبح أكثر سلاسة وسهولة والقيمينج تجربة كمان بيقولوا أنه هي جيد حلوة بهذا النظام الستور طبع مايكروسوفت يقولوا أنه جديد ومحدث تصميما وإلى آخره رح يدعم كل أنواع والبراندز تبعين شركات تصنيع الكمبيوترز بالفيديو التالي رح نشوف لمحة سريعة على شكل أنظمة الويندوز كيف كانت وكيف صارت وأنا بالنسبة لي هذا الفيديو كثير عاطفي يعني بذكرني بأيام المراهقة الحلوة رح أترككم مع الفيديو بيتمنى كمان متلي تنبسطوا وتتذكروا أيام كون حلوة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة موسيقى 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الماك أو اس والنظام التشغيل التابع لشركة أبل ويعمل على الأجهزة أبل نفسها Based on Unix Operating System شو هذا Unix Operating System رح نحكي عليه بعد شوي تقريبا هو كمان من بدايات الأنظمة التشغيل اللي حطيت أسس LGUI أو Graphical User Interface Monterey Monterey Most Recent Personal Version هي آخر نسخة له كانت اسمه Monterey انشعين Multi-user Multitasking More Expensive Require Higher Level Of Technical Knowledge Tends To Be Harder To Install Maintain And Upgrade إذا سعره غالي بده معرفة تقنية واسعة لتتعامل معه صعب تنزيله صيانته تحديثه بشكل عام نظام اليونيكس صعب ومكتي مرغوب يونيكس initially referred to the original unix operating system now refers to a group of similar operating system based on unix single unix specification standardized unix environment يعني كلمة يونيكس كانت تشير إلى أحد أنواع أنظمة التشغيل حاليا تشير إلى أنظمة التشغيل تعتمد على النظام الأصلي اللي كان اسمه يونيكس هلأ ما بقى في يونيكس هلأ الشغل كله على نظام تشغيل آخر اسمه اللينوكس اللينوكس يعتمد على اليونيكس هلأ نحن نحكي شو هذا اللينوكس إذن ما هو نظام التشغيل في كل مرة تشغل فيها كومبيوتراك ترى شاشة يمكنك أن تنفذ من خلالها مختلف المهام مثل كتابة وتصفح الانترنت أو مجاهدة فيديو إذن ما هو الشيء الذي يمكن الهاردوير من القيام بهذه المهام وكيف يمكن للمعالج أن يعرف أنك تطلب تشغيل مثلا ملف MPS3 الجواب هو نظام التشغيل operating system OS أو ما يسمى أيضا بالنوات النوات هي برنامج موجود في قلب نظام التشغيل وتتولى القيام بالأمور الأساسية مثل توصيل الهاردوير مع السوفتوير إذن لتستفاد من الكمبيوتر يجب أن يكون عليه نظام تشغيل بالتأكيد تعاملت قبلا إما مع الويندوز أو الماك OS سنشرح قليلا عن نظام تشغيل ثالث يدعى اللينوكس ما هي ميزاته ما هو اللينوكس ومن اخترعه اللينوكس هو فكرة ترأت على بال طالب علوم كومبيوتر تقدر عمل على نظام اليونيكس ورأى أنه بحاجة لتحسينات وعندما قُبل اقتراحه بالرفض من قبل مصممي اليونيكس قرر إطلاق نظام تشغيل خاص به أكثر تقبلا للتغييرات التي يطلبها المستخدم علم المصمم أنه سيكون بحاجة لبرامج إذن النظام اللي عمله هو أكثر تقبلا للتغيير علم هذا المصمم أنه سيكون بحاجة لبرامج مثل مدير الملفات ومحرر النصوص وبرامج تشغيل صوت وصورة وإلا فأنه سيكون لديه ما يسمى يعني بقبوع البوزة بلا بوزة فتعاون المصمم مع مبرمجين آخرين وبدأت التطبيقات بالظهور في العام 1991 أطلق نظام التشغيل لينوكس مع بعض التطبيقات التي تعمل عليه إذن أطلق سنة 91 وكانت هذه بداية النظام المحبوب من شريحة كبيرة من المستخدمين حول العالم ولم تكن النسخ الأولية سهلة التعامل لم يستطع التعامل معها إلا المبرمجين المحترفين فلم يهتم المصمم الرئيسي بالتسويق مما أدى إلى انحدار في شهرته مقابل أنظمة ربحية مثل الويندوز ولكن المفتاح اللي جعل اللينوكس شهيرا كان بإتاحة المجال للمبرمجين للتعديل على نواة النظام وتصميم نظام التشغيل الخاص بهم مما أتاح المجال أمام أصدار توزيعات بسمه توزيعات يعني أشكال أصبحت شهيرة الآن مثل ديبيان والأبونتو والفيدورا وغيرها إذن صار في توزيعات يعني أشكال مختلفة من نظام اللينوكس معروفة ومستعملة عالمية ما هي المزايا الأخرى لإستخدام اللينوكس أو نظام اللينوكس أهم ميزة أنه مجاني إذن أهم ميزة من نظام اللينوكس أنه مجاني والميزة الثانية أنه open source أي أنه كود البرنامج متاح لجميع مجانا فينه ينسخوه يعدلوا عليه ويعملوا بالدنيا إذن أهم ميزاته أنه مجاني وأنه open source كلمة open source يعني متاح للجميع حاليا هناك الملايين من التطبيقات التي تعمل على اللينوكس وأغلبهم مجاني حتى أنه لا داعي لاستخدام antivirus لأنه النظام منيع عالي الأمان وباعتبار أنه يتم تطويره من قبل عدد كبير من المطورين حول العالم لأنه مجاني فإنهم جميعا مع بعضهم يبحثون بشكل مستمر عن طرق لزيادة حمايته مع كل تحديث كل الشركات الكبرى تستعمل اللينوكس في السيرفرز سيرفر اللينوكس ميزته أنه يمكنه العمل بشكل متواصل لمدة سنوات دون الحاجة لإعادة إقلاع فينك تستعمله أنت كمستخدم عادي المستخدمين الجدود يظنونه صعبا ولكنه في الحقيقة في السنوات الأخيرة أصبح مشابها للأنظمة الأخرى من ناحية سهولة الاستخدام شو الفرق بين اليونيكس واللينوكس إذن صار يوزر فرينلي فهو أصل باستخدام شو الفرق بين اليونيكس واللينوكس اليونيكس هو النظام الأساسي الذي قادة لابتكار اللينوكس اليونيكس مصمم بالأصل للمينفريم ويستخدم في كبرى المؤسسات والجامعات بينما اللينوكس يستخدم في الأجهزة المنزلية من قبل المطورين وكسيرفر وما ننسى أنه اليونيكس ما نفري ما نمجاني إذن اللينوكس هو نكهة أو إصدار من اليونيكس Available without a charge over the Internet متوفر مجانا بدون رسوم فينك تحمل نظام اللينوكس عن طريق الإنترنت Increasingly being used with personal computers, servers, mainframes and supercomputers إذن يتم استعماله بشكل متزايد ويتبنى بشكل متزايد من قبل الجهزة الحاسب الشخصية والسيرفرات والmainframes Is open source software كلمة open source يعني الكود اللي كتبوا للبرنامج الكود المكتوب في البرنامج متاح فين ومين مكان يأخده يعدل عليه Has been collaboratively modified by volunteer programmers all over the world إذن طالما هو متاح فتطويره عم بيتم بواسطة متطوعين حول العالم مجتمعين مع بعضهم بيطوره نظام اللينوكس Originally used command line interface إذن ببداياته استخدم واجهة command line اللي هو واجهة الكتابة يعني Most recent versions use GUI Strong support from mainstream companies such as Sun, IBM, HP إذن في شركات عديدة مهمة حول العالم تدعم نظام اللينوكس Much less expensive than Windows or Mac OS إذن هو أرخص بكتير من أنظمة الويندوز أو الماك طبعا هو ببلاش رح ننتقل الحديث على أنواع أخرى من أنظمة التشغيل هي أنظمة التشغيل خاصة بالموبايل وأجهزة أخرى أولا الويندوز موبايل تم تصنيعه لأجهزة الموبايل look and feel of desktop versions بشبه وكأنك عم تتعامل مع لما بتتعامل مع الموبايل اللي نازل عليه ويندوز موبايل كانك عم تتعامل مع الكمبيوتر العادي طبعا كان سيئ ما أخذ شهرته كان ببساطة الويندوز موبايل كان بإمكانه يكون مسيطر على عالم الموبايل لكن أخطاء مايكروسوفت هي اللي خلت نظام أندرويد والآيو اس متربعين على عرش أنظمة الموبايل هذا الجزء ما ندخل بالمحاضرة معلومات عامة شو هي هالأخطاء اللي رتكبتها مايكروسوفت ركبت راسة أو تعندت إنه هي ما بتقبل ينزل الويندوز موبايل إلا على موبايلات ذات مواصفات عالية جدا هذا الشي خلال الشركات تنفر من طلب الويندوز موبايل ليشتغل على أجهزتها يعني مثلا سامسونج وإلى و اتش تي سي وموترولا وكل الأجهزة اللي كانت بوقتها لما نزل الويندوز موبايل ما كان حدا يغامر ويطلب الويندوز موبايل لأنه طلبات شركة مايكروسوفت كانت تعجيزية بوقتها بدوا مواصفات عالية جدا وكمان بالإضافة إنه مايكروسوفت اتفقت مع شركة نوكيا لا يستبدلوا نظام السيمبيان وينزلوا الويندوز موبايل بدل ما نوكيا تدفع لمايكروسوفت أجار استخدام الويندوز موبايل نظام التشغيل كانت مايكروسوفت عم تدفع لها لنوكيا لحتى تشغل هذا النظام على أجهزته ويصير ينتشر يعني يصير إن أغلب الناس تستعملوا فبقية الشركات لما شافوا إنه مايكروسوفت هي عم تدفع لها مصاري لنوكيا مشان تستعمل الويندوز موبايل بدل طرح أحد يطلب الويندوز موبايل من مايكروسوفت لأنه بلش دي تدفع مصاري وهي مايكروسوفت عم تدفع مصاري لشركة ثانية لحتى تشغل ويندوز موبايل فهي الأخطاء اللي ارتكبتها مايكروسوفت قليت الأندرويد والآيو اس هن المسيطرين حاليا على عالم الموبايل بالإضافة لتأخر الويندوز موبايل عن اللحاق بالركب الأندرويد والآيو اس يعني لما كان في ميزات عم تنطرح لأول مرة حول العالم بالآيو اس يعني مطورين مايكروسوفت لما سمعوا أنه نزل الآيفون بخمسمائة دولار عملوها مسخرة أنه ماحد راح يشتري موبايل بخمسمائة دولار ولما عرفوا أنه الأجهزة عم تنزل بشاشات لمس بدون أزرار كمان استهجنوا الفكرة وقالوا ماحد راح يستعمل الجهاز ما فيه أزرار بالحقيقة كانت نظرتهم كتير قاصرة وهذا الشي اللي أدى لأنه ويندوز موبايل ما شاف الضو ونزل على أجهزة عليلة كتير وماحد استعمله وماحد شافه وانقرد نظام الأندرويد اللي كلنا بنعرفه متعامل معه ومنستعمله بالحقيقة هو يعتمد على نظام اللينوكس اللي حكينا عنه من شوي إذن أندرويد هو نظام لينوكس بس مطور لا يشتغل على الموبايل بالفيديو التالي راح نستعرض تاريخ نظام الأندرويد مع الأجهزة اللي ينزل معه يعني كان كل الأصدار ينزل على جهاز من شركة معينة أو جهاز جديد فلح نستعرض بهذا الفيديو أجهزة كلكم حملتوها كلكم راح تنبصرها ما هتذكروا الأجهزة اللي شفت لح تشوفوها بهذا الفيديو راح خليكن مع الفيديو اشتركوا في القناة 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 الاندرويد. كل شركة اخذت نزام نزخة نزام الاندرويد مثلا الكيت كات او اللي بعدها او الجالبين. يعني النسخ اللي عم تنزل. كل شركة تصنيع موبايلات بتاخد النزام بتعدل عليه بطريقة المعينة واشكال معينة. اما الاي او اس فهو نزام تشغيل مصمم ومصنع فقط لجهزة ابل. فلذلك بتلاقي عندهم توافقية عالية بتلاقي عندهم سلاسة ومرونة بفتح موبايل الايفون. ما موجودة كانت ببدايات اول ما اطلع على الاجهزة. كان دائما موبايل الايفون اللي بينزل وموبايل مسلا سامسونج اللي بينزل بتلاقي الايفون اسلس وحركته اسرع. اه ما نوعطل اوعيب بموبايل سامسونج ولا بالاندرويد. بس مشكلته ان الاندرويد ما نوعجه. اه هنه نهيك التابعه. هيدا هيدا السياسة اللي بتتابعوه. اللي خلا نزام الاندرويد ينتشر ويصير عالمي وكل يكون له حصة كبيرة من السوق. انه سمحوا لكل انواعاشر لكل الشركات تتعامل معهم. وقدموا لهم النظام واخدوا تراخيص. فزادوا من علاقاتهم يعني وسعوا قاعدة علاقاتهم مع كل الاجهزة. فسمحوا لكل يشتغل اندرويد. ام بالتالي اندرويد انتشر كتير. هذا الشيء كويس لنزام اندرويد خلاه ينتشر خلاه يتطور. انت ما تنسى الشركة كل ما كسبت كل ما بتطور النظام بيصير احدث واحسن. بس مشكلته هادة حقيقة انه فرق بينه وبين الاي او اس. ان الاي او اس موجه للموبايل. يعني انت كمصمم نظام تشغيل عما تصمم نظام تشغيل لهذا الجهاز تحديدا. غير انو اندرويد انت لما بتصممه بتصممه ويشتغل على انواع مختلفة من الاجهزة. نظام لبلاك بيري اكيد اغلبكم استعمل جهاز بلاك بيري بحياته. مصمم لاجهزة البلاك بيري. السيمبيان كان طبعا كان المسيطر والوحيد في العالم. اللي هو كان على اجهزة النوكيا. كان اكتر من رائع. اخسارة انه ما استمروا بتطويره. وفتحوا مجال لانظيمة مختلفة لتاخد السوق. رح نستعرض بهذا الفيديو تاريخ الاي او اس. طبعا ما كان دائما اسمه اي او اس. لحن بلش الفيديو. بداية كان اسمه ايفون او اس. كان فيه الشغلات العادية. يوتيوب فوتوز كاميراز. يعني اللي كانت موجودة بأي نظام تشغيل. الايفون او اس تو. انتاز بوجود الاب ستور. كل يالكم تعرفوا شو بشتغل الاب ستور. وصار فيه الساينتيفك كالكوليتر. الايفون او اس سري. فيه بوصلة. فيه الفويس ميموري. ونزلت خاصية الكات والكوبي والبيست. رح واقف الفيديو شوي. بس لا اعطي ملاحظة انه ما بعرف شو اللي استغرق اه شركة ابل. ثلاث سنوات لحتى اه نزلت خاصية الكات كوبي انت بيست. منكمل الفيديو ازان الاي او اس اربعة. اه جيم سنتر والفيستايم. كلها لكم استعملتوا الفيستايم. اه صار فيه ملتي تاسكين. صار فينك تفتح اكتر من اه برنامج مع بعض. الاي او اس ستة. صار الفيسبوك بيجي بداخله مدمج فيه. وصار فيه البودكاست. اي او اس اي او اس ايت. كان فيه ابب الموزيك. انه اه لابس ركوردينج. كل في 2016 اي او اس 10 صار عنده زر الهوم زر الهوم اللي هو اشبه بزر الموجود بانظمة الاندرويد اي او اس 11 نيو سيري بويس سكرين ريكوردينج الاس او اس صار خاصية جديدة اي او اس 12 كان فاستر برفورمانس اداء او اسرع هي قائمة الاجهزة اللي بدعمها اي او اس 13 فايند ماي ايفون والاوديو شيرينج والارك میوود اي او اس الايباد او اس 13 مخصص الايباد فيه الميزهات المذكورة في الفيديو حتى انه بياخد اي او اس 14 الاجهزة ال الالفين ايباد او اس 14 و اخر نظام تشغيل لسنة 2020 هلا بياتر الفيديو راح نشوف اجهزة الايفون و اشكال الاي او اس الفيديو كمان زريف لحيذكرك بيه ذكريات حلوة ان شاء الله هنبلش الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا ما بدي احكي كتير عن الموضوع ما كتير بيهم كطلاب ما مختصين بس الكمبيوترات الكبيرة الديزاين اي بي ام ز او اس والاي فايف او اس انظم التشغيل الخاصة فيه الويندوز والونيكس واللينوكس كمان يستخدمون بالمانفرام السوبركمبيوترس بس عادة جيزت الكبيره ضخمة الى انظم التشغيل خاصة فيه وفي هنا ملاحظة مهمة عدد كمبيوترات لينوكس ممكن ربطهم مع بعض ليشكلون الكلاستر العنقود عنقود لينوكس للسوبركمبيوتر Utility Programs Utility Programs software that perform a specific task usually related to managing or maintaining the computer system إذن هي برامج تقوم بإنجاز مهمة محددة البرامج الخدمية اسمه Utility Programs تقوم بإنجاز مهمة محددة عادة مرتبطة بإدارة أو صيانة جهاز الكمبيوتر أو نظام الكمبيوتر Many utilities are built into operating systems for finding files, viewing images, backup files إذن العديد من البرامج الخدمية تكون مدمجة مع نظام التشغيل يعني بتنزل معه إذن لما بتنزل Windows فبرنامج فحص الأقراص بيكون موجود معه بدون ما تنزله برامج البحث عن ملفات برامج تشغيل صور برامج النسخ الأحتياطية نسخ الأحتياطي كما Utilities are also available as stand-alone products and as a suits إذن ممكن تنزلها بمفردة بدون نظام التشغيل يعني ممكن تنزلها بعدين بعد ما تنزل نظام التشغيل File Management Program Enable the user to perform file management tasks إذن برنامج إدارة الملفات تمكن المستخدم من إنجاز مهام معينة مثل أولا Looking at the content of storage medium مشاهدة محتوى الزاكرة Copying, moving and renaming, deleting files and folders نسخ ونقل وإعادة تسمية ومسح الملفات والمجلدات هذا برنامج يعني اللي بتفتح أنت فيه الويندو بتفتح نافذة وبتشوف فيه الملفات هذا برنامج بالنهاية يعني صحيح أنت نفكر هو جاي مع الويندوز بس هذا برنامج اسمه الويندوز إكس بلورر يعني متصفح الملفات تبع الويندوز بالصورة التالية فيه نافذة هيدا هو الويندوز إكس بلورر فوق عندك على اليسار فيه شي اسمه الورجينايز فينك تستخدمه لإنشاء ملفات جديدة أو نسخ مجلدات أو إلى آخرين زر الباك بتكبص عليه لا ترجع لورا يعني وين كانت أنت لقبل ما تفت على هذا المجلد بتكبص على زر الباك لا ترجع على المجلد اللي كنت فيه الادرس بار هون إذا كبست بيطلع لك وين موجود الملف تماما وين بالأي قرص بأي مجلد إلى آخرين بالسيرتش ممكن تكتب كلمة فبيدور بهذا المجلد المفتوح على ملف فيه كلمة مشابهة أو يعني الكلمة مطابقة للسيرتش اللي كتبته على اليسار لما بتكبص على درايف كابستين أو على مجلد فبيفتح لك لتحت ليستة دروب داون بيفتح ليستة لتحت في المجلدات الموجودة جواته أي ملف تكبص عليه كابستين بيفتح أو بتكبص عليه باليمين بشأن خيارات خاصة بالنسخ والنقل والضغط وفتح البروبرتيز وإعادة التسميع بنشوفها بالسلايت اللي بعده إذن فينك ترتب الملفات إذا كبست على مكان فارغ فينك ترتب الملفات حسب الاسم وحسب الحجم أو حسب آخر تعديل أو آخر إعادة آخر ملف نزلتو مثلاً أو آخر ملف عدلت عليه والنسخ واللصق بتعرفوهم كلكون إي ما في شي غريب إن شاء الله إذن النوع الثاني من اليوتيلتي بروغرامز اسمه سيرتش تول ديزاين تسيرتش فور فايل عن ديوزر هارددرايف الويندوز عنده أدات بحث خاصة فيه إذن مصممي للبحث عن ملفات وذلك باستخدام أي معلومة من اسم الملف أو تاريخ إنشاؤه أو نوعه أو محتوياته الدياغونيستيك بروغرامز إيبالويت your system and make recommendations for fixing any errors found برنامج تشخيص شغلته تقييم النظام واقتراح توصيات معينة لإصلاح الأخطاء التي يجدوها ديزك مانجمت بروغرامز دياغنوز عن ربير problems related to your hard drive برنامج إدارة الأقراص شغلته التشخيص وإصلاح المشاكل التي قد تحدث في القرص أداة لغاء التثبيت شغلتها مسح البرامج من الجهاز بدون ترك أي ملفات متعلقة بالبرنامج ولا يمكن للمستخدم مسح البرامج بمجرد مسح المجلد الموجودة فيه وإنما أي برنامج يتم تنزيله قد ينسخ ملفات إلى أجزاء مختلفة من النظام ولا يمكن معرفت أماكنها إلا باستخدام أداة لغاء التثبيت فينك تمسح البرنامج بشكل كامل أدوات التنظيف لمسح الملفات المؤقتة والغير مستعملة لفترات طويلة أما برامج ضغط الملفات بيجي مع الويندوز برنامج خاص بضغط الملفات هدف استعماله هو تصغير حجم الملف كي لا يحجز حيزا كبيرا في الزاكرة أو نقله بشكل أسرع عبر الإنترنت نسخ الاحتياطية هي نسخة من البيانات وأي معلومات موجودة على الكمبيوتر وهي مهمة عند استخدام الكمبيوتر في العمل فيه يمكنك تخزين النسخة الاحتياطية على سيدي أو فلاش ميموري أو حتى أنك ترفعها على الإنترنت على خدمات استضافة طبعا فيه برامج خاصة بتنزل فيه برنامج باك أب جاي مع الويندوز وفيه برامج خاصة ممكن تنزلها أنت تعملك باك أب بالطريقة اللي بدك إياها إذا ما عجبك برنامج الويندوز وحتى في عندك ويب باك أب سيرفس اللاوي يو تباك أب يور فايل تو سيكير ويب سايد ترفع ملفاتك على موقع محمي على زمن تنزل مضمون أنه ملفاتك ما تنسر أو تطيع سيكيرتي بروغرامز بروتكت كمبيوتر آمد يوزر إذا انتبه برامج الحماية شغلتها مبس تحمي الكمبيوتر وملفات المستخدم كيف تحمي الكمبيوتر في برامج فيه فيروسات ممكن تضر الهاردوير بحد ذاته فيه برامج ممكن تحرقه للكمبيوتر حتى سبداك او تسبب فيه ضرار او تمسح الملفات بالنسبة لليوزر الحماية بتكون انه الملفات اللي بده اياها ما تروح ما تمسح في عندك انتي فيروس بروغرامز مضادات الفيروسات انتي سباي وير ليه مضادات برامج تجسس الفيروولز ومني ار انكلودت in windows and other operating system كل operating system بيجي معه بعض برامج الحماية رح يكون في محاضرة خاصة ان شاء الله لنحكي فيه على security بالنظام بالنظام بالكمبيوتر the future of operating systems will continue to become more user friendly اذا مستقبل انظمة التشغيل هدف تطوير انظمة التشغيل هو جعلها اكثر سهولة في الاستخدام وتلبية رغبات المستخدم دون بذل ادنى جهد حيث يتوقع في النهاية ان تعمل كاملة بواسطة الصوت او الحركات يعني للي حضران ايرون مان بيشوف جارفيس مساعد الشخصي لتوني ستارك هذا نظام هذا مثال على انظمة التشغيل المستقبلية will eventually be driven primarily by voice interface اذا عميلا غالبا بالنهاية رح يكون التعامل مع نظام التشغيل بواسطة الصوت likely to continue to become more stable and self healing النظام التشغيلي بيخرب يعني انت زم سحة ملفات معينة او نزلت برنامج فيه مشاكل ممكن يؤدي الى تعطل بالنظام التشغيل يعني كل هاتكون جربتوا اكيد تخبصوا وتنزدوا برامج على الكمبيوتر كنو سبب هالشي خربان يعني خرب الكمبيوتر او تعطل النظام التشغيل وطريت تتفرمته الهدف بالمستقبل انه انظمة التشغيل تكون اكثر استقرارا وعنده قدرة على انه تصلح نفسه بنفسه بدون حاجة لالفرمته will likely continue to include improved security features and to support multiple processors and other technological improvement اذا الهدف التطوير الانظمة اذا تستمر محاولات زيادة حماية الانظمة ودعم نظام التشغيل للتعديلات الجديدة على الهاردوير يعني اليوم نظام التشغيل بدعم معالجين ثلاثة اربعة نظمة التشغيل مستقبلية لازم تدعم عدد اكبر من المعالجات may be used primarily to access software available through the internet or other network هلأ الكلود كومبيوتينج واقع اليوم انتسط ما بحاجة لانك تشتري كومبيوتر غالي كتير بكفي يكون الكمبيوتر بمواصفات جدا تافهة بس متصل بانترنت سريع تتصل بسيرفر اونلاين تتصل بكلاود كومبيوتينج يعني انت بتحجز مساحة على كومبيوتر بعيد بتقوم عليه بعملية المعالجة والتخزين البيانات وبدك يا كأنه انت عندك كومبيوتر منيح كتير غالي ومواصفاته منيحة بس بعيد عنك يعني بس انا باميركا وانت قاعد ببيتك فهذا هو الكلاود كومبيوتينج لازم يكون انظمة التشغيل عند المرونة الكافية لانه تتعامل مع الكمبيوتر البعيد كأنه هو الكمبيوتر اللي انت قاعد يعني انت تشتغل عليه هيدي الميزات لازم يكون في تطوير الوبراتينج سيستم لحتى يقدر يتعامل معه مراجعة على محاضرة اليوم السيستم سوفتوير والابليكيشن سوفتوير شو هنين وشو الفرق بيناتهم الوبراتينج سيستم واليوتوليتي بروغرامز إذا النظام التشغيل والبرامج الخدمية اللي تتحكم بالكمبيوتر اسمها سيستم سوفتوير برامجيات النظام تسمح بعملية الاقلاع وتشغيل التطبيقات ونقل الملفات تتحكم بالهاردوير وتحميل الكمبيوتر من استخدام غير مصرح به هيدي كلها اسمها برامج النظام سيستم سوفتوير أما التطبيقات فهي البرامج allow user to perform specific task on computer تسمح نستخدم نقوم بمهمة معينة محددة مثل برنامج معالجة النصوص والعب الألعاب وبرامج الضرائب والجداول والصفحة الانترنت إذا هاي كلها أمثلة على أبليكيشن إذا فرق بين الأبليكيشن والسيستم سوفتوير أنه سيستم سوفتوير هو نظام التشغيل والبرامج الخدمية الملحقة معه أما الأبليكيشن فهو التطبيقات اللي بتساعدك بأنك تقوم بمهام معينة ومحددة الـ Function of an Abilating System إذا ما هي Functions ما هي وظائف نظام التشغيل إدارة عملية المعالجة إدارة المصادر إدارة الزاكرة إدارة الملفات إدارة الشبكة إدارة أجهزة الدخل والخرج والسيكوريتي إقلاع الكمبيوتر كلها هذي Functions of إذن مهام أويني وظائف نظام التشغيل التكنيكس لإنكريزين التقنيات المستخدمة لزيادة فعالية نظام التشغيل أولاً لكن هنا هنهن ثلاثة تعريف بهم نتعاف فرق بيناتهم كلمة مالتي تاسكينج أو تعدد المهام تعني أنه عندي معالج واحد نواة وحدة بس عندي كتير مهام تظهر للمستخدم أنه عم تشتغل المهام مع بعضها بس بينما حقيقة الـ Operating System بيمرق المهام على المعالج بسرعة عالية فبيعالج جزء 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 وراء بعضه من كل مهمة بتظهر للمستخدم كأنه عم تشتغل مع بعضها بينما المالتي تاسكينج هي تعدد المهام لمعالج وكمبيوتر ما فيه غير معالج واحد المالتي بروسسينج هي تعدد المعالجة كل نواة تشتغل على مهمة معينة يعني عندك كذا نواة أو اعتبرون كذا معالج بس اسمهم حقيقة كذا نواة كل نواة مسلمينها تاسك أو جوب معينة تشتغل عليها لتخلصها أما المعالجة المتوازية الـ Parallel Processing فليش اسمها برا للبروسسينج لأنه كل النواة عم تشتغل مع بعضها بشكل متوازي لتنهي مهمة معينة واحدة ولكن بسرعة أكبر بكتير من أنه لو كانت نواة واحدة عم تشتغل عليها كيف أو ما هي معايير تمييز بين أنظمة التشغيل في عندك بيرسونل أو للسيرفر في عندك نظام تشغيل خاص يعني شخصي يشتغل عليها شخص واحد أو في عندك نظام تشغيل لجهاز لح يشتغل كسيرفر على شبكة في عندك types of processors في عندك نظام تشغيل فرق بيناتها هي المعالجات اللي بتدعمها أو عدد المعالجات اللي بتدعمها أو بنية المعالج في هل كان 32 بيت أو 64 بيت يعني في نظام بتدعم 32 ما بيدعم 64 هي فروقات بين الأنظمة support for other technologies إذا ممكن تكون بتدعم SSD ولا لا إلى آخرين من التقنيات الحديثين طبعا ما يعني هالكلام إنه الويندوز بيدعم كذا واللينوكس ما بيدعم كذا لا الويندوز هو نفسه حتى الويندوز 7 مثلا ممكن في نسخة منه بتدعم ما السفن نقول XB في نسخة بتدعم 32 بيت ونسخة منه بتدعم 64 تمام يعني اللي بيشتغل 64 غير بيشتغل 32 ما أنه نظام تشغيل ما أنه كل الشركة إلى نظام تشغيل بيشتغل على على شي معين لا لا هو نفسه ويندوز XB مثلا بيدعم معالج في نسخة تاني من نظام التشغيل ويندوز XB بتدعم أكتر من معالج إذا ما معلاته هادر حكي إنه شركات مختلفة لا بس أنظمت التشغيل فينك انتنا ما بتشتري CD أو DVD بتشتري قرص الصلب يعني بتشتري من عند البائع بدك ويندوز 7 بيسألك بدك يا لكزا ولا لكزا بدك يا 32 بيت ولا 64 بيت حتى الأوفيس بيشتغل مثلا البرامج تشتغل على 32 بيت أو 64 بيت إذن من نفس الإصدار من الويندوز ممكن يكون في أكتر من نسخة بتشتغل على على configuration أو توزيع عائنية على هاردوير مختلف شو هنن الـ utility programs أو البرامج الخدمية برامج إدارة الملفات عملية أداة البحث تشخيص البرامج برامج إدارة القرص برامج تنظيف الكمبيوتر من الملفات المقلدعي ضغط الملفات برامج الضغط برامج الـ backup برامج الـ security كلها هي أمثلة على الـ utility programs بالتوفيق لكم جميعا بها المحاضرة إن شاء الله نشوفكم المحاضرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته